وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس يعلن بأن واشنطن وبرلين ووارسو تبحث إجراء مناورات عسكرية مشتركة قريباً في بولندا الوزير الألماني شدد على أن فكرة مناورات عسكرية مشتركة كهذه في بلد محاذ لأوكرانيا إذا ما أجريت ستوجه رسالة في غاية الوضوح إلى بوسكو إعلان برلين هذا يأتي بعد أيام قليلة فقط من تصريحات لنائب رئيس مجلس الأمن القوم الروسي ديمتري ميدفيدف التي قال فيها إن روسيا قد تضطر للوصول حتى بولندا لحماية حدودها من التهديدات الغربية تجاه بلاده فهل يحمل التوتر الروسي البولندي خطر التصعيد الميداني ومحتمالية أن نشهد المزيد من التحشيد العسكري للنيتو في دول شرق أوروبا المخاوف من أي تطورات عسكرية طارئة على الجبهة الشرقية للنيتو من قبل روسيا تدفع ألمانيا وبولندا للإعلان عن مناورات عسكرية محتملة مع واشنطن على الأراضي البولندية وزير الدفاع الألماني بوريس بيستريوس كشف عن محادثات جارية بشأن هذا الحرك العسكري الذي سيتم في إطار حلف شمال الأطلسي بدون ذكر مزيد من التفاصيل حول موعد الانطلاق وبحسب الوزير الألماني فإن فكرة إجراء مناورات عسكرية مشتركة في بلد محاذل لأوكرانيا إذا ما أجريت ستوجه رسالة لروسيا مفادها أن حلف النيتو بات أقوى وأكثر اتحادا الإعلان الألماني يبدو أنه جاء ردا على تصريحات صدرت عن موسكو أخيرا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيدف صرح قبل أيام بأن روسيا ستحقق النصر في أوكرانيا ولوح مدفيدف بأن موسكو على استعداد للمضيء حتى حدود بولندا وهو ما يبدو ردا على تسهيل بولندا تسليم الأسلحة الغربية إلى الجيش الأوكراني تصريحات يبدو أنها دفعت وارسو للاستعداد لأي احتمال قد يطرأ بين ليلة وضحاها على الجبهة الشرقية للنيتو وما تشهده أوروبا الشرقية الآن من تعزيزات عسكرية يوضح أن الخطر يتصاعد وحجم التحديات بات أكبر أرحب بضيفينا من وارسو المحلل في شبكة أونت والديبلوماسي السابق فيتولد يوراش ومن موسكو الكاتب والباحث السياسي يفجيني سيدروف أهلا بكم أبدأ معك سيد سيدروف هذا الحوار حين تصبح حدود بولندا العضو الأطلسي في خطر هل تصبح بالنسبة لموسكو هذه المناورات المتوقعة أمرا حتميا ومتوقعا تحية لك ولساد المشاهدين ولديفك الكريم لأنا أعتقد أن هذين الأمرين لا يمكن أن نربطهم الآن بعضها مع البعض لأن الحديث مثلا في تصريحات مدفيدف دار عن أمر آخر وهو تقريبا كرر ما قاله منذ بداية أيام وزير الدفاع الروسي سيرجيش شويكو حينما قال أن تزايد امدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا سوف يعني أن روسيا ستكون مضطرة لإبعاد خطر وجودها أو الخطر الوجودي المخيم عليها أي على روسيا إلى مناطق جديدة وطبعا كان المقصود بذلك ربما الأراضي الأوكرانية وليس بطبيعة الحال أرض أي دولة أخرى ولكن فيما إذا تحقق ما قاله وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الأمن أو نائب سكرتير مجلس الأمن عفوا رئيس مجلس الأمن القومي الروسي فهذا يعني أن روسيا ربما لن تكتفي بالسيطرة على منطقة دونباس وفي حالة إذا ما استمر تدفق الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا فروسيا بطبيعة الحال سوف تضطر إلى توسيع نطاق وحجم عملياتها العسكرية في هذه الحالة سيد فيتول ديوراش كيف يمكن لأي تحالف ضمن الأطلسي أن يحمي وارسو من أي خطر محتمل في ظل ما قاله الآن سيد سيدروف نحن لسنا خائفين من روسيا لسببين أولا روسيا دولة ضعيفة وهي لم تتمكن من الفوز بالحرب في أوكرانيا هي خسرت هذه الحرب ولذلك فإن الجيش الروسي استولى فقط على مدينة سوليدار الحرب لم تنتهي سيد فيتول ديوراش الحرب لم تنتهي بعد لمعرفة الذي انهزم فيها ومن انتصر فيها أختلف معك روسيا حاولت أن تستولي على كامل أراضي أوكرانيا وخسرت معركة كييف خسرت معركة خاركيف خسرت المعركة في الجنوب ولذلك لن تنتصر أبدا في هذه الحرب لأن التحالف الغربي برمته ضد روسيا ومعظم الدول كما ظهر في تصويت الجمعية العامة هم ضد روسيا وبالتالي نحن لا نخشى روسيا كذلك روسيا لن تستطيع الفوز بالحرب في أوكرانيا وبالتالي لن تفوز بحرب مع الناتو بالأحرى السبب الثاني لهذا التصعيد في أوروبا هو أن روسيا غزت أوكرانيا والجيش البولندي لم يقم بشيء مماثل وجيشنا كذلك لا يقتل أي جنود في دول أخرى لكن الجنود الروسي يقتلون الأوكران وهذا هو السبب الذي يجعلني أقول لا نخشى روسيا ما رأيك سيد سيدروف في وجهة النظر التي قالها السيد يورش بأن بولندا لا تخشى من روسيا وبأن روسيا ضعيفة وخسرت هذه الحرب خسرت معاركها في الاستلاء على مناطق مثل العاصمة كييف وبأنها لن تفوز في حرب مع حلف شمال الأطلسي يعني مع احترامي العميق لديفكم الكريم أنا أختلف معه فيما يتعلق بأن روسيا خسرت الحرب بالفعل الحديث عن من سيفوز من سينتصر ومن سينهزم سابق لهوانه بطبيعة الحال ولنعرف كيف ستتطور الأمور في حالة مثلا هجوم روسي واسع النتاق وحتى في حالة مثلا محاولة الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد يعني الكثير من الأمور سوف أو يمكن أن تتغير بنتيجة الحراك على الأرض مستقبلا وبالتالي لا داعي برأي للإسرائي في إعطاء تقييم دقيق لروسيا كخسرة لهذه الحرب المهم ليس مثلا التراجع أو الانسحاب من بعض المناطق ولكن المهم نتيجة أي عملية عسكرية أو أي حرب وهذه النتيجة سوف تحدث من هو بالفعل المنتصر فيها بالنسبة لكون روسيا دولة ضعيفة ولكن سيد سيدروف أعذرني على المقاطعة كيف يمكن لروسيا أن تتحمل من هنا فصاعدا التكاليف العسكرية والسياسية لصراع مباشر محتمل مع حلف شمال الأطلسي وهي كما كان يقول لك السيد يورش خسرت الكثير من المناطق التي كانت تريد الاستلاء عليها في بداية هذه الحرب ما هي خسرت حسب بعض التقديرات 4% من أصل 20% من هذه الأراضي التي سيطرت عليها الآن بعض الخبراء العسكريين طبعا وأنا لست من بينهم ولكنهم يؤكدون على أن روسيا تحتفظ بسيطرتها على 16 إلى 17% من أراضي أوكرانيا وبما أن هذه النسبة وصلت في الخريفة الماضية إلى 20% فمن السهل جدا أن نستنتج أن الخسارة 4% وهي خسارة موقتة لأن الانسحاب من خرسون يعني بطبيعة الحال أن روسيا سوف تسلم بكون خرسون تحت السيطرة الأوكرانية طيب أعود إلى سيد فيتور ديوراش ولكن قبل ذلك سيد فيتور اليوم كنا قد طرحنا استفتاءا على منصاتنا الرقمية على حساب سكاي نيوز عربية وبالتحديد على منصة تويتر وطرحنا تساؤل هل يرفع التوتر الروسي البولندي خطر التصعيد الميداني كانت النتيجة 63% أجابوا بنعم 37% كما ترون على الشاشة أجابوا بلا سيد يوراش في ظل هذه النتيجة ولو كانت مبدئية يعني المتابع لخطاب بوتين يمكن أن يلاحظ حجم الإصرار الروسي على المضي قدما في المعركة يعني أنتم في بولندا هل تتوقعون الآن بمناورات هنا وهناك أن يتراجع بوتين ولو قيد أنملة أمام أي نوع من التحالفات الغربية إذا كان هذا هو أحد نتائج الاستطلاع فإنني سأكون سعيدا لشرح صوابية هذا الرأي وأقول لكم لماذا لن تحدث الحرب العالمية الثانية لأن روسيا تحاول أن تقنع الرأي العام العالمي بأن هناك خطر من هذا النوع وأنه إذا حدث شيء كهذا فإن المذنب سيكون روسيا فقط هذه المناورات هي محدودة وبطبيعة الحال هي لا تهدف إلى تأجيج الظروف لشن خرب مع روسيا ولذلك لا نريد تحقيق أي شيء قد يعتبر استفزاز وفلاديمير بوتين يتحدث بهذا الشكل المفتوح ونحن نجدد ونقول أننا لا نخاف من روسيا وإذا قامت روسيا بشيء أخرق فإن الرد سيكون لكننا مع ذلك لا نريد حربا وأنا صحفي وكنت ديبلوماسيا ولكنني أيضا أب ولدي أطفال ولا أريد لأطفال أن يكونوا في وضع مشابه لأطفال أوكرانيا ولهذا لا أعتقد أن أي شيء سيحدث لا نخشى لكننا نستعد لأن روسيا أظهرت بأنها تتصرف بشكل غير مسؤول وشيء أخير أود أن أشير إليها الضيف من موسكو يقول أنه لم تشن روسيا حربا كاملة لكن روسيا خسرت المئات المئات من الدبابات إذا تحدثنا عن خسارة 1700 دبابة من جيش ليس بشيء الذي يعكس حربا شاملة فلا أعرف ماذا نسميها ولكن هناك تقارير تتحدث عن خسائر متبادلة في الأرواح وفي العتاد سيد يورش دعني أذهب بالسيد سيدروف أسأله عن وجهة النظر الأوكرانية أوكرانيا تقول بأنها تدافع عن نفسها في وجه حرب عدوانية غير مبررة أليس لدى أوكرانيا الحق في نهاية المطاف في استعادة أراضيها كما ترى هي في التحالف مع الغرب في التحالف مع حلف شمال الأطلسي كان يمكنها أن نوافق على هذه المقولة الواردة في سؤالك لو لا السياسة والأعمال والخطوات الواقعية التي اتخذتها السلطات الأوكرانية التي أتت إلى السلطة بنتيجة الإنقلاب كمطار روسيا والذي حدث في عام 2014 يعني القمى والاتهاد والقتل والتعذيب وأشكال أخرى من مثل هذه المعاملة هذا ما شهده السكان منطقة دانباس على مدى السنوات الثماني ولكن سيد سيدروف أيضا روسيا ومنذ عام تقول أوكرانيا قامت بنفس الجرائم ضد الإنسانية يعني الاتهامات متبادلة في هذا الإطار سيد سيد ديفجيني سيدروف إنها حرب في نهاية المطاف ما رأيك الحل في نهاية المطاف المفاوضات التي تبدو الآن من أول واهلة صعبة وإن لم نكن مستحيلة ولكنها ممكنة فيما إذا كان هناك وسيط قوي يستطيع أن يقنى البلدين على ضرورة الانتقال إلى المفاوضات إلى وقف إطلاق النار في البداية ومن ثم إلى المفاوضات وإن كانت جزئية وتبدأ ربما من صغيرة من الصغيرة التي يمكن أن تبحث في نهاية الأمر وبالتالي أعتقد بأن الصين أو تركيا مثلا مرشحتان لأداء هذا الدور أنا شخصيا كنت أرحب بوساطة مزدوجة ليس من قبل دولة واحدة لأن هناك بطبيعة الحال طرف سيكون غير راضا عن هذا الوسيد إذا كان هناك وسطان تركيا والصين على سبيل المثال سيكون من السهولة بمكان التوصل إلى تفاهمات عود إليك سيد فيتولد يوراش يقول البعض بأن روسيا لا تملك رفاهية الهزيمة في هذه الحرب كما نرى بولندا هي بوابة أوكرانيا فيما يتعلق بأي مساعدات غربية إلى أي مدى تعتقد بأن روسيا ستبقي على هذا الوضع وهي تعرف بأن حدودها أصبحت مهددة لروسيا حدود بولندا بالتحديد مع أوكرانيا روسيا لا يمكن أن تشعر بالتهديد ونحن كما نعرف وكما جربت في مساري الدبلوماسية روسيا لا يمكن أن تقنع الآخرين بأنها مهددة هذه لغة الإمبرياليين وعادة الدول الإمبريالية استخدمت مثل هذه اللغات لإحتلال الدول العربية ودول أخرى هذا ما استخدمه النازيون الألمان في الحرب العالمية الثانية كانوا دائما يقولون أنهم يدافعون عن أنفسهم استباقيا لا نأبه إذن بما تقوله موسكو لأننا سائمنا من إخبارنا من قبل موسكو بما نفعلها في بلادنا والحقيقة هي أن روسيا التي تهدد الدول الأخرى هي المهددة وكذلك روسيا كانت في حالة حرب مع جورجيا الآن مع أوكرانيا وكذلك هددت دول البلطيقة ولكن سيد يوراش كل هذا تقول موسكو بأنه بسبب دعم الغرب لأوكرانيا وتهديد الوجود الروسي في هذه المناطق هي لم تقم بذلك صدفة بل كانت ردة فعل كما يقول المسؤولون الروس كلا هذه كذب فجة هذا ما يمكن أن أقول إذا نظرت إلى القوات المسلحة البولندية على سبيل المثال نحن كنا دولة ضعيفة لسنوات عديدة وإلى وقت متأخر كان لدينا ألف جندي أمريكي في الأراضي البولندية مع كامل الاحترام إذا شعرت روسيا بأنها مهددة من ألفين جندي أمريكي أو ثلاثة آلاف جندي في دول البلطيق مع العلم أن روسيا قوى عظمى إذا شعرت بالتهديد من حضور كهذا فهذا ليس مقنعا نعرف أن روسيا دولة كبيرة ويمكن أن تشعر بالتهديد من وجود ضعيل كهذا ولهذا عندما يقول الروس بأنهم يشعرون بالتهديد فإن الرد الوحيد الذي لديه هو أن هذه كذبة فجة أشكرك فيتول ديوراش الدبلوماسية البولندي من وارسو كما أشكر من موسكو الكاتب والباحث السياسي يفجيني سيدروف ترجمة نانسي قنقر